اليوم قالوا كي سيندي كي جوادو كي لعما كي قوادو دونك تولمون دي أفوغل الشعب أفوغل و أفوغلي البووور بير أنا حاب نفهم حاجة حاب نفهم حاجة لي قدري فهم هالي سوار بم ماشي ينظل فليسيتي برك فهموني كالي لالوا كي برمي أين نوماد دووطي بور لي كومون هذا كالبدوي المترحل في الصحراء كيفاهي يوطي على البلدية وهو أصلا مرتبط بحتى بلدية حاب نفهم حاب نفهم هو الصباح في البلدية آليف العشية يحط في البلدية با غضو الصباح في البلدية كي برمي أين نفوطي؟ صندوق أنت هناك وشي تحزم؟ كي هنا بلدية نوماد هي تاني بلدية مترحلة معها؟ والله هادك القبيلة البدوية الرحالة هي بعد بلدية؟ فهموني حاب نفهم حاب نفهم انتخابات مجالس محلية كيفاش البدوة الرحلة يوطي؟ برك كيفاش يفوطي؟ لا وهي يفوطي؟ هو أصلاً مستقر لا يوجد أدرسة مستقر فيها يسمونهم البدو الرحل هم تنظيمون هم تنظيمون نوماد لا يوجد ذلك يفوطي؟ يفوطي على ما هذا الهبال الأول الهبال الثاني قال لك يحاوث يعقلنوا القانسومات الجاز على نفوال لكال يعني القاز الذين يقضون به يحاوث ينقصوا من القانسومات الجاز لكي يزيدوا في الطاقة التصدير يعني دعوا في حسابكم الغاز رح يزيد في السومة وممش رح ينظرك يلاحقوا الغاز المعناطق جديد يعني اللي يعمر بالقرحة يبقى يعمر بالقرحة بربنا إن شاء الله منا كما يقولوا تعنا في قسمتينة للدبا يعني يعني صرف سيلي عن شانجم بيانسور جزاوات وداعا تحاول منجم بيانسورة هذا جزاوات نرى صحيحة هذا نريد مستدلاب كيف يعمر على البدار ؟ أتبع لكم كيف يعمر على البدار ؟ كيف الرح يعمر على البدار ؟ ما كان من البدار؟ هذا ليس بإعادة إلى المعناطق لا تتكلم أن بقيمة نحن دعينا دعونا من الآلوات في النص والمينيستر تحمل المشاكل هذه دركاء الهدف التاعي اليوم هنا رانا نسمعه البعض الناس يقولوا رانا صحفيين وفي المنفى ومناضلين وصحفيين ضد النظام شوفوا نفهمكم حاجة النظام هذا وش يدير يحب يتيري على مسؤول ما يكسرش راسوه يبعد زوج وريقات لهذه الناس اللي يتسمعوا فيهم برا يحضروا يبعد لهم زوج وريقات ويقولوا هكتيري على فلان هذا كتير يلي همنا وهدو كيهبطوه التحت مبارك طبايحهم من اللي كانوا يخدموا في الجزائر ما زلوا في نفس الطبايع وجوابهم هنا هذه هي الحقيقة المرة هذه الناس مرتزقة تحتى الإعلام المدرح نقول لهم ندخلوا التيتر الصغير اللي مكتوب بالحمر في المينياتور بركة وما تهبلوا في الشعب ما نهضر مع الدولة هنا هنا نهضر مع الناس اللي يلاعبينها معارضين ويحكيوا لكم والشعب يتبع تنهبل أولا نبدأوا بالقاضية هذه إسرائيل ستقوم بقواعد في المروك بيانسر بيانسر الناس اللي يروجوا لهذه الأمور أراهم ماشيين في الخطة للتخويف والترهيب خلق العادو دو كنفهموا مليح كل مع بعض لاموناس انتع المروك على تزير من 1500 وهي كاينة هذه اللولة ثانيا التعامل الاستراتيجي انتع المغرب مع إسرائيل من وقت حسن دو ما تنسوش باللي حسن دو قام بتسجيل الاريونيون وخلق الناس انتع الموسادة ذاك الوقت عشرين بات يجيوا يستمعوا الاريونيون لكي يتبعوا الاريونيون كونتر الكواليسيون عرب دوك التاريخ يقول باللي المغرب هذا علاقة الاستراتيجية العسكرية مع إسرائيل علاقات قديمة دوك يدير بعض والله يدير عشرة احنا جاهزين لهذا المناص الخطر هذا دوك تنسوش باللي حسن من وقت بومدين لا تنسوش باللي حسن دو أطرايج لزرمين الارب بانتعامة غير مقارنة كونتر ازرايل لذلك ليس موجودة جديدة المغرب عنده قواعد جنابية ليس موجودة جديدة عنده بصر امريكان من قيوس الثالث يأتي الناس هنا في الخارج ويمكنك العرب بعد المارك فرار عنده بصر ازرايل فهمونا كما الحكومة يحب تخوف الشعب كيف كيف لا يوجد هنا نظر على اللعبينها صحفيين هل تدخلوا الناس في حكايات او الشعب يتبعك الباقاندو واحد يقولهم اسمع انت الميرت على الجهة الفلانية عندي ملك فعليك وانت وجاي الضوصي تاعك والاخر يقولوا فلانت على ايروبور للباشا دار 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 شعب بعدك على الاهداف الحقيقية الاهداف الحقيقية هي التغيير السياسي في الجزائر مشكلتي هي المروك او المباس إزرايليين المروك هذا يتبعون في القرض ويأتي مباس إزرايليين ويأتي مباس مارسيا هذه ليست أسرى غداية اتفاقية استراتيجية نأتي مباس شنواز ونضعها في الجزائر هل نسمحوا الدولة واحدها فراد يقولوا لا او لا تضبر علينا. الآن سوف نعطي أمور ميليتر للروس. أي فلا ميليتراني أوريونطال. تسلونا بلادنا. بلادنا و نديروا علينا. المروكي يفعلها ممشوز. إحنا هما الكوافة الكعب. لكن ما نتبارينا شرواحنا المناص ماروكان. ويأليكزيست ألي ريال. كون نضعفوا شوية يضربنا ويضم علينا. من ألف وخمسمية من جد 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 جد. وهما يحوسوا يديولر.